لبنات كتعاني اليوم شي حاجة اسميتها الكحولية والزرقية والخضورية والصميرار والتسبوغات والحرق ديال الشمس والنودوب والحبوب والنمش والكلف اليوم هادشي كامل غادي تزولي في وصفة واحدة من اروى واحسن ما جربت هاد الوصفة لبنات والله القاسة منطدة بوحيتي العقز وجربتها حتى غا ترحميني عليها اقتصادية يا البنات وبسيطة ورخيصة وزوينة زوينة زوينة بزف وفعال الوحد درجة ما تصوروهاش يا البنات باقل ما يكون وغادي تحتاجوا فيها جوج ديال المكونات اساسية ولهما الخل والشبا كما تكونوا لحظوا في الصورة المسغرة انتعاد لفيديو يعني وصفة من بين الوصفات البسيطة الحمد لله والرخيصة لكاتقام كيما تنقولوا بابسط ما يكون وباحسن ما يكون انتبنا غير تحيدوا العقز احنا تبركد لها مقبلين مقبلين على الدخول المدرسي لوليداتنا ضروري ما تكون فيهم شوية جلس ميرار ضروري ما يكون فينا حتى احنا يا تسبوغة تلاتاش كين بزف البنات قالوا لي احنا اقربين دخلوا المدارس نقرلوا الوليدات يعني مقبلين على وظيفة التعليم كيما سنقولو فضروري ما تبغيت باني في ابها و احسن حلال من فينا كيما سنقولو ما غاديش تبغيت باني في ابها و احسن حلال والجسم دي لي بان بدون تبرقيع بدون تسبوغات ريحت تكون كتشعل بالنقاوة وبرحة التهارة فاليوم اجبت لكم هاد الوصفة هادي اللي غاديت تشكروني عليها ان شاء الله وغا تكون نتيجة صادمة للجميع واي وصفة كنتي كتجربها قبل غاديتحيي ديها غاديت ايفيتها وغا تولي تستخدمي لياغي هاد الاغواسات المهم لبنات اكيد قبل ما مشون تعرفوا على المقادر ومكونات التحضير وطريقة الاستخدام والاستعمال مهم تفاصيل كاملكي مسلا نقول لكم دايما فاغا نبغي منكم لبنات حبيباتي حاجة وحدة الله يعطيكم صحة الله يعطيكم سترية لبنات انا مزوجة فيكم هي اللي لايك ديالكم فاي وحدة كتشوف الفيديو ديالي ولا كتشوف الكونتينيو ديالي كتحبو كتبغيني نجيب ليها الجديد كتبغيني نجيب ليها الفيديو هاد زوين يا لبساتين ورخاسين فغادي نطلب منك حاجة وحدة دعميني بها هي اللي لايك في غيمو يا لبنات ما غا تخسروا شي حاجة غير كتشجيع منكم لي فقط يعني لا تخلصوش عليها موالو ولكن لا فيديو كي تشبع باللايكات مزيان فبالتالي كي استفدوا منو بزفت الناس وحدة اخرى اللي باغين شي وصفة اقتصادية باغينش حاجة رخيسة ما عندهم شي مخصوم شي يعني اكيد حنا الحمد لله ديال دراوش احنا انتنخدمولا الوصفات كاملين ديال الناس ديال دراوش النس اللي ما عندهمش نس اللي ما في حالهمش النس اللي باغينش حاجة اقل 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 تكلفة تقام عليهم هي اللي كان نطبقو حناية وهي اللي كان نجيبو حناية فالبنات ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم الله يعطيكم صحة الله يعطيكم السر الله يخلي لكم كل من هو عزيز اشتركوا فلاشتين فعلوا زي الجرس اقتراحات الاستفسارات اعبروا كما بغيتوا في التعاليك كذلك البنات نشوف الاراء في اي فيديو كنحطوا ما نبغيش لقاء تعليقات خلي تعليقك وعودي وعودي وخلي دك شي اللي بغيت احبا بي اقتراحات ديالك شي وصفة تجربتها ولقيت عليها اقبل لما لا نجربها فمرحبا بكم كام للبنات وماتنسوناش من اهم حاجة هي لايك وعلى بركة الله البنات غدين مشو باش نتعرفوا على المكونات هذه الطريقة ديال التحدايل الطريقة ديال الاستخدام وكما قلنا البنات غدين حتاجين ان شاء الله الشبه او الشبه هي هذه الشبه من اروع المكونات العزازين عليها هي الشبه او الشبه لانها تعطي ريحة غزالة يعني الناس اللي عندهم راحة العرق هي معروفة الشبه بازالة راحة العرق زوينا بزاف الوحد درجة ما تصوروش هي البنات على البال فهناي عندي حجر ولكن غدي تطحنيها واتخذها عند العطار متحونة حسن باش هكدا كما سنقولو احنا يتكون باودر ناعمة مزيان على حق وطريقة بالنسبة البنات التاني مكون ہے اذا يتم هدى يجي انتوما الابنات ذوي هاد القول هدى هذه الخل المائدة الملوان اهه هو سوين هدى ينسوا يقولون لي خل بيد هدى يما خل تفح انا راكننا اخذ البزاف النوعية ذا البلد المائدة الملوان يعني ذوي بالنسبة البنات الامكونات التانويه كما قلنا الوصفة كتعالي حتى التجاعيد حتى التراهولات فغتحتاج معي ان شاء الله الحمص باودر كمية من الحمص بودر هو هذا البنات غزال 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 البسرة كذلك البنات غتحتاج معي الشوفان باودر أنتم البنات أو الخرطال الشوفان أو الخرطال أنا غادي نوريه لكم لأنه بزفت البنات يقولوا لي يوريه لنا هو هذا البنات هذا هو الخرطال هانتم ما شوفوا الخرطال والشوفان هو هذا كيجي رقائق دياله صغار بزاف فكتشديه وكتطحنيه وكتستخدميه فهذا الوصفة هذي فكما قلنا البنات الخرطال قلنا او للشوفان باودر قلنا الحمص قلنا الشبا قلنا الخل لبنات دابوس النار بعادية لمكوينات كذلك البنات غادي تحتاجوا معي ان شاء الله النشاء او ما يسمى بالدورة او المايزينة هنا عندي هاد النوعية ديال انشاء هذي ديال ايديال دي ما تنشركها معاكم فيها 180 جرام كتدير 6 درهم مغربية وكينا البنات هاد النوعية هذي ديال انشاء زهر صدورة غبرة فيها 170 جرام وكتدير 7 درهم مغربية هذو مجوشت الانواع تنشاء اللي عندنا مشهورين في المغرب بشكل كبير بزاف وموجودين في الاسواق فانا صراحة كل مرة شنو كان دير اي واحد عندكم ولا سوفر فاستخدمي قلنا نشاق قلنا الحمص قلنا الخل وقلنا الشبا وكيما اتكونو كتلاحظو فلا غصيت يعني ما ما ضفتش مكوين سائل من غير الخل بقنا غير في الخل بوحديتو يعني دابل بنات وصنا خمسات المكونات غادي نزيد اخر مكوين اللي غادي زيدي نسم وزيدي عطر لك اللي بغتي انتيم اعتك هكده واحدة الرويحة غزالة وكتها باللي هو بودرة الاطفال هنا البنات عندي هاد النوعية اللي كنت دي مكان بغتاجيها معاكم كتليكم ركا تقامر خيصة الرباخ احنا بغي نغيدك شي ديال دراوش الحمدول الله مبغي نشي حاجة اللي هي غالية فهذا البنات كي دير خمسة دراوش موجود عند الناس المختصين في بيع مواد التجميل وكذلك عند الناس اللي كي بيعوا مواد خمسة ديال دراوش انا را صراحة اوليت كان ناخد من نصطق حتى البنيسة ديال الله يحفظها اليولة معجبة بهذا الطلك هذا الناس اللي ما كي بغوش يديرو هاد الطلك ممكن يديرو اي ماركة بغو ديال بودرة الاطفال سواء جونسون بايبي سواء بلا ما نذكروا الاسماء الاخرى هانتوما البنات هادي احتيارة مزيانة را كان ديرتها انا ولكن مره مره نوليس دفا تس عجبني هادي خمسة دراوش مكتر لانه تمانها مناسب و الريحة من السمو مع الطرماشي غير الطلك وصافي لانه كان ينعطى الله هاد البودرة الاطفال ولكن كتكون بلا ريحة بلا تشي حاجة هادي بدات عجبتني وتمنها بغو بغو الكاليتي دياله يستهل ويستهل كتر منه المهم البنات ده بغو ندزول طريقة التحدير كي ما تكونوا لاحظوا معي في المكونات سبارك الله وفي المقادير خدمنا بمكونات اللي هما من اروع واحسن ما كينفسق هما هاد المكونات هادو الحمص الشوفان شبه البودرة الاطفال يعني كل هاد البودرة هادو كي يحمقو كي يستو كي يبلو يالبنات في علاج تجاعيد نمشو الكلف التسبوغات التبرقيع سيكاتريس الحروق ديال الشمس الحروق اللي حفظت ديال الزيت يعني خطيرة 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 غير جربية على ضمانتي لما أعطتك ش نتيجة جي خليلي في تعليقات دك شي اللي بغيتي والله يلقسم مرحبا بي البنات ده بغا ندوزول طريقة تتحضير ولكن قبل حبيباتي ما تنسوناش ما اللي لايك ديالكم الله يعطيكم صحة و الله يعطيكم استر اللي لايك ديالكم مهمين بالنسبة لي بشكل كبير كبير بزاف باشا كده نزيد نبحث ونزيد نطور من نفسي ونطور من محتوى ديالي ونقلب على الجديد ونجيبو لكم ان شاء الله حتى لعندكم المهم على بركتي الله غادي نضيفو هنا كمية نتاع النشا ماشي نشا عفوان شبه فاودر على بركتي الله هنه در جوج معالق انك تافي انا غير بجوج إلا بغيتي تكتري كتري بغتي تقللي قللي شوفينتي يعينك ميزانك مويمانتو مجوج معالق هاد الشبه هدي عندي انا مطحونة معند العطار ماشي انا اللي تحنتها لانه صراحة الله مكان تحناج لانه صعيبة في الطحين ديالها وكتحتاج لي بزاف تلوقت شحلة ديك تكن طحنها ولكن دا بلا لضيق الوقت اكيد ولاناني كان نخدم لكم تبارك الله بزاف ديال الفيديو فاكيد خصني الوقت المهم البنات تشبه من الاحسن خدها معند العطار ومعند العشاب جيبي الكمية اللي بغيتي وطحنيها وستخدميها كذلك البنات غادي ان شاء الله تديري ليا معالقا تلجوج ديال الشوفان ان الشوفان را ما تيخطانيش وما تفارقنيش وتبارك الله تاوض غيتي تقادليا المهم كما قلنا لبنات كمية من الشوفان معا معالقا ديال الحمص غا تخلطي كل شي عاد من بعد غا تزيدي نشا وتزيدي البودرة الاطفان ان شاء الله دا بغا تخلطي ليا كل شي غير بالخل يعني الخل هو اللي درت ما ضفت شي مكوين اخر من غير الخل فعلا بركتي الله البنات غادي يضيفي ليا كمية من الخل هذا خل مائدة المولون كما قلنا سينو ممكن تعوضي بالخل يلتفاح الناس اللي عندهم حساسية قاع من الخل ما يديروش الخل ويديرو الماورد ولا مزهر يعني الناس اللي عندهم حساسية من الخل ديري ليا المدية الورد ولا المدية الظهر شوف انتيش نو يناسب كتر وديري مهم البناس هانتوما هانتوما البناس ما شاء الله اللهم بارك دابا غادي نزيدو البودرة ديال الاطفال كما قلت لكم انا غادي ندير تلك ديال وليدات الصغار هادا ها ممكن دريلي سكرين ومشي تتقلب علي غير في السوق موجود ديال البنات غزال 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 وجربيه ورديع لي يعني البنات اللي كي جربوا البودرة ديال الاطفال يجربوا هادي ورديع ليفت تعريقوا خصوصا الناس اللي كتبوش حاجة بسيطة ورخيصة بزافة لحسب الميزانية ديال اكيد كل واحدة موسيقى 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 سوف نزيد الدباية قليلاً و نخلطه مع الخلط اضفت البنات تقريباً جوج مع القادية للنشاء أو ما يسمى بالدورة أو الماء زينة تزيد الضفل لهم شوية الخلط المائدة الملون اشتركوا في القناة نخلط الدباية يكون ميل شوية السائل ولكن ماشي سائل مئة بالمئة يعني هنتم البنات انا غانا خلطوا تشوفوا القوام اللي كان بغيه انا دائما في الوصفات ديالي يعني ما كان بش وصفة مية في المئة عقدة و مية في المئة سائلة خلصت تكون دائما في الوسط كيما سنقول احنا يفل المثال دينا المغربي خير الاموري او وساطوها هنتم البنات شوفوا ما شاء الله على قوام كيفاش دير كي حمق كي هبل شوفوا غزالة هاد الوصفة هادي اللهم مبارك فيها يا البنات و ازد في ذلك هكدا غدي نخليها انايا البنات اللي فيهم رحة العرق بزاف يكتروا من شبه و يكتروا من طلق انا غدي نقول لكم يعني اللي عندها شي مشكل غنقول لكم منشت كتر كتر الى عندك رحة العرق بزاف كتر من طلق و كتر من شبه عندك تجاعد بزاف و باتيت نفخي ووجيه ديالك في نفس الوقت كتر لي من الحمص و من الشوفان الى بغيت يتبيضي عندك السميرار بزاف كتري من الشوفان و كتري من انشا انا قلت لكم دبا على الحساب دوك المشاكل اللي كترحوا علي في التعليقات قلتها لكم المهم دبا شوفوا لي القوام بعد كيفاش دير شوفوا لي لغوصيت وشكيل دياله ما شاء الله الله مبارك فيها قوام هكي حمق هانتوما دبا بعدها غدي نطبقها معاكم بشتشوفوا لي ما شاء الله اللهم مبارك و زيد في ذلك يا البنات شوفوا 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 لي على وصفة و على تبري ما غديريها لي الجسم ديالك شوفوا كتحمقوا الرحة ما نعودش لكم والله القسم وجربتوا لي هاد للم و لاتي الوصفات ما بقيتوش غديروش وصفة اخرى انا كنحلفو نعاود البنات هانتوما راغيش كيل ديالها والقوام ديالها بالإبيال ليكم العربون هانتوما البنات شوفوا ما شاء الله فإنفواء كتبقيها كتخليها حتى كتجف او لاحتى كتنشوف ما غتاخدش لك وقت نهائيا قاعد طويل يعني تقريبا واحد ل واحد للخمستاشر دقيقة تل عشرين دقيقة على الاكتر على الاكتر غير لابقتي كتديري طبقة فوق طبقة تقدر تاخد لك عشرين دقيقة اما هي دائما في المتوسط كتتاخد لها أنا شخصيا خمستاشر دقيقة دريتها في حمام كتخد لها غير خمسة دقيقة الثلع شر دقيقة دريتها في البيت كتخد لي خمستاشر دقيق قاني دائما هذا هو الوقت دياله لانه ما كان ديرش طبقه فوق طبقة كين بعض البنات هبغي غيرو يديروا طبقه فوق طبقه فممكن تديريها اغرى ولا درتها أنا غ تاخد لك عشرين دقيقت قريبا شوفوا لي هشكيه دياله شوفوا ما شاء الله ثم تغسلها ثم تغسلها ثم ترطبوا الجسم و وجهة الوجه ثم تغسلها و وجهة الوجه لأنه تجعلها يساعد على علاج الاسمير تصبغة 3 و ترقع بشدة أشكال و أنواعه ولكن للأسف ينشف البشرة خصوصا عندك بشرة جافة ينشف البشرة فهو ينشف البشرة سواء بكريمات سواء بزيوت سواء بفازلين 5 درام ولكن ضروري يبقى لامع و يبقى رطب لأنه إلا كان بيض و ناشف تزيد تعرضها لتجاعد و الشيخ و خلق مبكرة فهذا الشيلي كان هدوهما النصائح وهذه هي لغسلت اليوم و أصفة من أحسن أحسن ما جربت أنا في الترطيب و في علاج تسبوغات و في علاج البوقع كل المكونات خاطرين يا البنات سوف يبال لكم بشنوكين غير من المكونات فحبيبتي ما تنسوني شمالي اللايك ديالكم تشتركوا في القناة تفعلوا زي الجرس و نطلقى معكم في وصفة أخرى جديدة و زوينة في حالكم و للايك 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 ديالكم لبنات تشتركوا في القناة تشتركوا في القناة